السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل زوجي يتدخلون في كل أمور حياتي كيف أستطيع أن أبعدهم عن حياتي وأبعدهم من التدخل في أمور حياتي أهل زوجي يفعلون لي مشاكل أهل زوجي يتحكمون بزوجي ماذا أستطيع أن أفعل بحيث أن لا أكون عونا لزوجي على أهله ولا أريد أن أكون تلك الكنة السيئة التي يكرهونها أقول لك يا غالية أولا نعلمي أنك في دار بلاء وأنك لا بد أن تبتلي هو الذي خلق لكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ليبلوكم لا بد أن تبتلي فأحمد الله أنك لم تبتلي بزوج لم تبتلي بأبناء لم تبتلي بعافية لم تبتلي بدين فدينك سالم وزوجك صالح وأبناءك في عافية فالحمد لله على نعمه من أين أتى لك البلاء؟ أتى لك البلاء من هؤلاء الأهل فقول الحمد لله يا رب أن خففت علي البلاء وكان البلاء على غيري عظيمة الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا عندما تعطي لنفسك شعور أنك مفضلة وأنك تشعرين بنعم الله عليك يهون عليك الأمر كله وتشعر أنك في خير وعافية أنا دائما أنصح البناء التي ستتزوج تتزوج إلى بيت منفصل حاولي أن تقولي أنا أريد بيتا لوحدك وهو من حقك أن تشرطي بيتا لوحدك لما؟ لتكون علاقتك طيبة مع أهل زوجك ولتسلم من الإثم خاصة إذا عندهم أحمي إذا عند زوجك إخوان أنا أنصحك أن تقولي أنا أريد بيتا لوحدك وأن لا تتزوج إلى بيت فيه شباب لكن إذا ما عندهم شباب وفقط عمك وعمتك هم الذين في البيت فاكسب فيهم الثواب وابقي عندهم واخدميهم وأنت مأجورة بإذن الله وتعامليهم كأبيك وأمك وصدقيني سيحبونك ويعتبرونك واحدة من بناتهم أي أحد يتقدم لك أين سنسكن وليس نسكن مع أمه وأبيه وأخيه قولي لا إما بيت لوحدين أو لا أريد هذه النقطة الأولى لأنك ستدخلين في مشاكل فيما بعد وإثم أنت في غناء عنها فمن البداية نصيحتي لكل مقبلة على الزواج أشرطي بيتا لوحدك طيب أنا الحمد لله في بيت لوحدين خلونا نتكلم عن الأخوات البعيدات أنا في بيت لوحدين فأنت في خير والحمد لله في نعمة ماذا أفعل؟ أحاولوا هم يفعلون لمشاكل هم يتحكمون في زوجين هم يحاولون استفزازك ليقولوا لزوجك ها انظر كيف هي سيئة لا تمكنهم من رغبتهم إياك أن يتغلبوا عليك ويخرجوا أسوأ ما فيك هم يسيئون أنت أحسني أم تتصل زوجتك ما تحكمك أقول لي لا أبدا أمك صلها أمك أعطيها أمك طعها لا تجعلي زوجك بين سندانتين فبينك وبين أهله بالعكس كني دائما داعمة له وقل إلى أهلك صلهم خذ هذا الطبق وأحضره لعمتي خذ هذا الطبق إذا طبخت شيئا أرسله إلى حميتك أرسله إلى عمتك كني دائما كما قيل امشي عدل يحتار عدوك فيك هم يسيئون لك وأنت سليمة الصدر لا تبالي ثم احتسبي وقل يا ربي أنت تعلم أني أصبر لأجلك وأصبر ابتغاء مرضاتك وإياك أن تحرضي ولدا على أمه أو ولدا على إخوته وإن كانوا يحرضونه عليك صدقيني ستزداد في عينه محبة وسيزداد لك احتراما وسيزداد لك تقديرا لأنه يسمعهم ويسمعك فكني دائما آمرة بالبر آمرة بالصلة ووالله يا أخي لن يضيع الله لك تعبا ولن يخيب لك رجاءا وإن الله عز وجل يبتليك ليرى صبرك هم يسيئون وأنت تحسني هم يكيدون وأنت تصفحي وأنت تأمري زوجك صل أهلك اتصل بأختك اتصل بأمك وهو يرى كيف هم يتكلمون عنك بسوء وأنت تتكلمين عنهم بخير والله عز وجل لا يضيع أجاما أحسن عملا كني راقية بفكرك بعقلك أنا لست فارغة مش فاضية لفراغكم أنتم فارغين أنتم أنت بعقل قولي هم أناس فارغون مشغولين بالكيد والكيد النساء والأمور التافية أنا لدي أمور أحظم أنا منشغلة بالعلم بالقرآن ببيتي بزوجي بأبنائي بعبادتي أنا مقصرة مع ربي فاتركيهم وكيدهم وأحسني لهم ما استطعت هم يسيئون وأنت تحسنين هذه لمن كانت بعيدة أنا وهم في نفس البيت فهو المشاكل لدرجة أنني لا أفعل شيئا إلا وانتقدوه لا أصنع شيئا إلا لا يعجبهم أقول لك أيضا يا غالية اعلمي أنك في بلاء وأن ابتلاءك أتى من هذا الباب فانجحي بالاختبار وأر الله منك خيرا فحاولي أن تكوني قليلة الكلام لا تدخلي معهم بعلاقات عميقة لأن كثرة الكلام وكثرة العلاقة في نفس البيت تجعل القلوب تشحن حاولي دائما أن تكون علاقتك معهم لطيفة أن تقلل الكلام ما استطعت خاصة إذا كانوا كثيرين مشاكل إذا كانوا يمسكونك على الكلمة خلاص توقفي عن الكلام قولي الشيء الذي تسلمين منه السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال الحمد لله أنهي عملك واذهبي عمتك تقول لك لا تفعل كذا قلها حاضر إن شاء الله وعودي إلى غرفتك كوني دائما مشغولة عنهم من انشغل بنفسه حار الناس فيه لكن أنت دائما معهم أنت دائما هم خرجوا هم دخلوا هم قالوا لي هم نظروا لي هم فأنت ستتعبين اتركيهم وشأنهم أبناؤك ستكون التربية عليك صعبة لأنك تريدون أن تربي أبنائك بطريقة وهم يربون بطريقة لكن صدقيني لا يدوم حال وأنه لا بد من الفرق وستتفرقنا اليوم أو غدا إن لم تفرقنا الحياة سيفرقنا الموت فابقي ذكرا طيبا وحاول أن تكون صبورة وحكيمة حاول أن تكسبيهم حاول أن تكون أنت المبادرة وأنت الخيرة ما استطعت أن تكسبيهم اعتزلي شرهم ولست مؤاثمة أنا والله لا أدخل معهم جلساتهم فيها فساد فيها أغاني فيهم سلسلات أنا أصنع الطعام وأنهي عملي وأعود إلى غرفتي لأنهم أناس ليسوا بالناس الصالحين فأقول لك أنت في ابتلاء واصبري وأحسنتي إذ فعلت هذا الشيء إن صحيهم وأرشديهم وعلميهم فإن سمعوا منك فخيرا وعافية ما سمعوا منك وما استجابوا لك فاعتزلي هذا الشر كله وإياك أن تفسدي ابنا على أمها وعلى أخوانه وأخواته إن صحيهم وكلمي زوجك لو تكلم البنات لو تكلم أمك كذا الأبناء لا نريدهم أن يتعودوا على الفساد على الأغاني والمسلسلات التي تفسدهم أنا أقول لأبناء شيء وهم يرون أبناء أعمامهم يفعلون شيئا آخر أنت في جهاد ولكن ما تغرسينه في أبنائك ستظهر ثمرته اليوم أو غدا وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى بقدر تعبك بقدر صبرك بقدر احتسابك أن تقوم الليل وتقول يا رب أنت تعلم ما أقاسه من عمتي الظالمة أنت تعلم ما أقاسه من أخوات زوجي أنت تعلم كيف يعاملونني وأنت يا رب تعلم أنني أستطيع أن أرد لهم الإساءة بالإساءة وأستطيع أن أقول لهم أعظم مما قالوا ولكنني أخشاك ولكنني أخافك فسأحسن إليهم ابتغاء مرضاتك وابتغاء أن أكون أنا الأخير والأفضل وأن آتي إليك يوم القيامة فتقول لي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اصبري واحتسبي حاولي أن تكسبيهم حاولي أن تصادقيهم حاولي أن تغيريهم فإن استطعتي فخير وعافية إن لم تستطيعي حاولي أن تعتزلي هذا الشر كله بغير أن تسببي قطيعه وعلمي أن دوام الحالي من المحال ولابد أن يتغير هذا كله وأن تفرج الهموم فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرجوا فلن يدوم حالك ولن يدوم همك ولن يدوم ضيقك بل ستفرج وستعيش بسعادة وسيفرج همك وسيقضى دينك وستويسر أمورك وستتذكر هذه الأيام وتقول الحمد لله أني صبرت الحمد لله أني كنت المرأة الصالحة الحمد لله أنهم ما سمعوا مني كلمة تغضب الله فالحمد لله الذي ثبتني وأسأل الله أن يغفر لي وأن يتجاوز عني إلى أن أراكن مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة